شهوة اليوم كما ترى إن شاء الله باش نعمل لك عبية بسكويت بطريقة سهلة وبسيطة وفيها رحة زمنية تونسية حسين وترجعنا لك الصغر وكل شيء حتى كان معناش قالب إن شاء الله ما خليوا الشهوة في قلوبنا سخته كما تعرف وحما ينجمش يروح وما ينجمش معتها نعمل لك عبية بسيطة ومعنش يروح وكما ترى إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة للي ما عندهش مكينة وكل شيء لا نطور عليكم ندخل مع بعضنا الكوجين لكتشفوا الرسائد أما قبل ما تدخلوا ما تنسيوش تعملوا اشتراك في القناة بشو سلكم بجديد بقدرة رابي نتوكلوا على رابي ونبدأ وكما تروني هنا في الإنقرديون بش نستحقوا حسب التقريب 450 جرام فارينة سادي بون والفارينة خاطر فما فارينة تشرب أكثر من الفارينة من بعد نزيدوا بشوية بشوية ونقول لكم إن شاء الله عليهم 240 ميليليتر زيت نباتي وباش نستحقوا زاد 150 جرام سكر غلاسية سكر محور حسب الرغبة بتبيعة في السكر حليوة ومتاعوا عليهم زوز عظم كابتين عظم تكون حرارة الغرفة بتبيعة عليهم زوز ساشيات سكر فاني ساشي خميرة متاع قطو ساشية واحدة وعليهم قارسة هنا شوية معانتها ملح جوز ترشة شغيرة متاع ملح كابة قارس بش نستحقوا زيت تمتاح القشور معانتها البراني كان معانتكم مش قارس تستعملوا بركدين وإلا تحبوا بركدين استعملوا بركدين ومش لازم القارس بسم الله هنا بش نبديو بالعظم نفقصوا العظم بتاعنا فيش قيلة تنجموا انتوما تستعملوا الميكسور تستعملوا الربو اللي يساعدكم انتوما أنا اللي هنا بستعمل بصراحة الربو الناس بكري كانوا يستعملوا باتبيعة بيداهم سوختو كتاب ده مثلا برشة لحكار وكل شاي ماشاء الله وكل يخدموا بيداهم وانتوما اللي يساعدكم باتبيعة كما قلت لكم بسم الله هنا نبديو بشوية بشوية نزيدوا للعظم في السكر المحور كما قلت لكم السكر المحور انتوما والحلاوة اللي تحبوها معنا تنجموا تزيدوا ولا تنقصوا أنا استعملت مية وخمسين جرام بصراحة جاني صعبة في الحلاوة وتبديو بشوية بشوية تزيدوا في السكر فاني كما قلت لكم أنا استعملت سوصة شيات السكر فاني وتخلطوا للي يدخل كل شاي في بعضو حسينو وبشوية بشوية نبديو نزيدو في اللي كده متانا اللي هو الزيت الزيت قلت لكم زيت ناباتي للي كيف كيف يدخل تكل شاي في بعضه وعلى بسم الله هنيه ناخده زادة كعبة القارس بعد ما ادخلته كل شاي في بعضه ونحيقولها ازاي ستمتاح القشور متاح بالتباع تنجم وتستعمل كموقتكم كعبة بركدين الكلو يرجع للجوم تاعكم انتو ما تحبوا بركدين وإلا تحبوا قارس اللي يساعدكم وكي موقتكم نقول اللي تحبوه مالله لهنية بعد ما خلطنا كل شاي مع بعضه وناخذو الخميرة بتانا نحاولو ندخلوها بشوية في الفارين هكيكا وننخلطوها وناخذو معاها قارس هكا دوب شوية ملح عينكم ميزينكم بردو بالكم ما تكثروش ونغربلو الفارين بتانا فوق كل الخليط اللي خلطناه ما تنسيش وتغربلو اذاك عليش حاولت بش نوريكم اللي تاب هذيه بش تبقى هكا في مخاخكم معنا تسينو كنت ناجمو قولكم مغربلو ونبدا انا مغربلو واحد ديجا وكل المهم هنية كي ما تراو خذيت غربلت اكوتي بش ما ننصو بش مرة واحدك الفارين بش نبدا تاوب شوية بشوية نبدا ننصو وهي مغربل جوست حابيت نوريه لكم كي ما قوت لكم بش تبقى هكا متذكرين هاو كا هاو نبقى ونزيدو بشوية بشوية كان بش تاخدوا بيديكم ولا بالمكسور ولا بالربو اللي بش يساعدكم ما نزيدوش مرة واحدة اهنا ما كملتش الفارينة وصبيت شوية جلجلين كان حابيتوا انتو ما تحطوا شوية فيك جلجلين ان يساعدكم حاجة ما نفع هاكا وتعطي حاجة بنينا من بعد ان شاء الله ونكمل نصب شوية الفارينة كي ما قلت لكم مش بش نصب هالكل بش نخلي شوية على جنب نشوف السعر خليطة متاعي كيفاش تكستور متاعو ما يزموش يجي هكا كلي عاقد عاقد يعني مكبوس كي ما نقولو نحنا كي ما ما يزموش يجي يتلبط هكا في اليدين حاسيلو كي ما تراو مزال ناقص شوية لك عليش كاملت بداية ما غير تحريك نزيد شوية حكا فارينة ونلم العجينة بتاعي للي في الاخر حاسيلو تحصلت على التكستور اللي حاشتي بها يعني لهي 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 مكبوسة ما يزموش كي ما قلت لكم تجي مكبوسة كي ما ما يزموش تجي تتلبط يعني تتلصق ولا انتو ما هاوك عينكم يزينكم بش شوية بش شوية بش شوية كي ما قلت لكم هراو كلو من الفارينة خاطر مش بني انا معتراو خاطيني كي ما ريتو هني على جنب جبت الساكبوش فرحانة حاسيلو ناخدم بي هايا بش نعمل كعبت باشكوتو كي ما تونسو برا كان ما عنديش مكينة ياخي نموتو بشهوتنا ما هو واحد يزمو يدب الراس ويزمو يتصرف يزمو محيريش حاسيل ياخي كانت الصدمة المهم قبل ما نتعديو ردو باكم تنساو متغطيوش انتو مالبات متاعكو ما ديك حابيت نوريهاي لكم بش ما تشيحلكمش وطبقة دي مالبات الطاوع وبهي وكل حاسيلو كي ما تراو الهني بديت بسم الله نعمل بساكبوش متاعي وكانت الصدمة كي ما قلت لكم الكعبة كي ما تراو فيها جويدة جيت خطر اللي عندي انا هذيكا جويدة ما هيش متاع باشكوتو هذا ما هيش متاعها معاتها البسكويت شختو متاع تونس نحكي لكم متاع الشاهو التونس متاع قريحة باشكوتو العيد متاع تونس ولا ولت بدلت نحيتو كي ما تراو بساكبوش تنجمو يعني انتو ما تاخد مو حابيت نقول لكم بساكبوش كان عندكم كل النقبة العريضة شوية يجيكم بقد تربي مزيان وكل وكي ما ريتو لسقط البات ماشاء الله لحتي تلافارينة لزيت لزبدة لحتى شي طاوعة تبركة لكل عملتها كي ما تراو هنا سيور سيورها كي بداية فيسا فيسا متخدمة تزيد الطاوع وقست بمغرف نوح قدامي جيت معتها اللي جي قدامي قست بيت نجمو انتو ما تكبروا ولا تطاولوا ولا تصغروا ولا تخشنوا في الكعبة اللي ساعدكم انتو ما ذاك الكل يرجع لكم اللي لقوم بتاعكم وانتو ما كيفاش تحبوها الكعبة اما تنساوش اللي مبعد الكعبة رايبش تتحالف الفور يعني ماذا بيكم ما تعملوا هيش خشي نايس ولا وتكملوا بنفس الطريقة هذيكة الطرف معت اللي يتحط على جنب نعاود اللي مو صدقوني والله ما فيا حد شي والعجينة ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله التوعب بصفة غريبة والطرف اللي يقعد على جنب بحاولوا دي ما تغتيوا هذي قسمت خاطر وقتها حتيتو في الساشي على جنب بش ما يشيحنيش ولا تكملوا بنفس الطريقة ما فيا حد شي مجوز تحبيت نوريكم لعجينة ماشاء الله قداش تتعوها وبالحق معتها قد ما مروشتها وقسمتها وعمالتها وقعدت دي ما لا تتلسق ولا حد شي حسين بالحق فرحانة باعة المهم والله جاربه ورحمه على والدي كثر شاليكم خليكم تكملوا حسينة فارش انتم ما وانهاني بش نسكت شوية هني حابيت نوريكم كيفيش راهي الطاوع ماشاء الله بالحق تنجموا تخدموا حتى كان عندكم مساعبال ومعندكمش ساكباش تخدموا هكا بسوابعكم وكل كي ما قلت لكم غير انا النقبة حسيتها ياسر صغيرة بصراحة وقعبة البشكوت وتخرز ياسر جويدة وصغيرة سينو تنجموا انتم بالعجينة هذي تخدموا مرتاحين يعني كان عندكم مكينة وإلا عندكم الراسة ذيكا تنجموا تخدموا معندكم مش حتى مشكل وإلا تخدموا بالطريقة اللي خدمت باقي انا زادة سهلة والله مش هددش ريد بالكل وانتم ما بتبيع اللي ساعدكم كي ما تراوه هنا البلاتول هو الاحذر اذي الكعبة حسين حبيت نوري هالكم وتشوفوا قداش الفرق بينها وبين الكعبات الاخرين قداشها جويدة ومحقورة على اللخر هنا باش نستعمل الفرشيتة باش نجرح بها الكعبة تمتعنا كي انهم يعني يتعديوا على المكينة هاوكا زعمة زعمة نحسبهم تعديوا على المكينة نحنا نجوز نعمل فيهم خاطر مانويل اما هون فرق راما فمش فرق هاوكا زعمة 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 مش متقعد شهوة في قلوبنا كمام نشموا في ريحة البشكوت وريحة العيد وكل وتقعد شهوة في قلوبنا نطف علينا الناس كل نعملوا حاجة بقود تربي مزيانة وهو الفيدة في القورة وفي البنة مش لازم المنظر صنبو 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 اما ولا حتى المنظر عطت حاجة مزيانة را كينها بالماكينة كيف كيف بالضبط وتنجموا زادة كان حبيتوا تجرحوا حتى بسكينة هاكا كي ما تراه وجرحتها على جنابي مع تعودت مارتين ثلاثة وكل زادة عطت منظر مش خايب حسيروا اللي ساعدكم انتم هاوكا جربنا بالفرشيتة وبالسكينة واللي ساعدكم وانتخطونا دخلتهم للفور فور 180 دقري ويقعينكم مزينكم للي تحسوهم حمارو حسب التقريب خليتهم انا 15 دقيقة البلاتو الولاني وتعديت للبلاتو الثاني نكامل فيه بنفس الطريقة جسد الكعبات هذومة عملتهم أصغر شوية ذهروا للاخرين كينهم طويلة شوية قلت خانجارب واحدة طويلة واحدة قصيرة حسيدو وباتبع انتوما اللي ساعدكم ولي تحبو كي ما قلتاكم واحدة خشينة واحدة جوايدة كلو يرجعلكم لكم انتوما وللجوم تياكم واكيد تنجمو زادا تبدلو يعني في اللي فورم هنا اخذيت كعبة جوتت فيها شوية وكي ما تراوا فيها جرحت شوية بسكينة وتنجمو طاعة منهم هكا مدورين وكل شيء بصراحة ايرا نحبو كي التويل اكاهاو وانتوما جست حابيتم قولكم يعني تنجمو في الحالتين معتا تبدعوا ولا في اللي فورم اللي تساعدكم ونفس الطريقة كي ما تراو نكملو به فور 180 دقري حسب تقريب 15 دقيقة بتبيعو كل واحد والفورمتاعو انا حتيت ملوتة اخد الفوري من الفوقي احرق انتوما تنجمو تحطو ملوتة واقلا في الوسط والفور يشعل من الفوقه من اللوت ولا ان شاء الله جوبت على كل شيء بالنسبة للفور واذو ما قعبت البسكويت متاعنا حضرو نودتكم ولنشاهيكم ريحة ماشالله 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 فاوحة حسيلو حسيت روحي كاييني مشيت للكوشة متاع الحومة هكا وشبت تباق البسكويت ورجع ساي لما احكي لكم اسوانا قاعدة نتفارج هكا حسيلو بنين واشوشين على الاخر كي ما قلت لكم بطريقة كي ما ريتوا سهلة مش خايبين يعني في المعنظر ولا ظهروني حلوين مزيانين يعني عادي يورو يا حب بخاس كي ما بتاع الماكينة ولا حسيلو ما تتفاشلونيش عادي اعمال مهم في البنة والله ابنين مهشوشين على الاخر جربوهم ورحمولي على والداي الطرف اللي قصيت فهذا كذو بسم السم الليل بصراحة اخونا مش سخون برد شوية بل حق والله منتغل شش كم فما حاجة مش باي حلو ما سطلة احف والله زدحي والله ليه مو كان فما نقص حاجة بشو نقول لهم كان نقص حاجة نقول لهم راو نقصك الحاجة ليك والله ليك باي مو نغشوش لعبيت باي باي الحلو باي باي ولا كي كم فرح باي 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 محاق صح نتي مدام قل لكم ميرو راهو بنين معتا بالحق راهو بنين ما يعني شي كده براه كان زيو ما همش بنين وذا ما همش سهتوشين راهو قال لي ماما فاهم ولا عليهم ولا حاجة المهم نشاهيكو ماذا يا اطباق الثاني كي ماريتو الفرق بين الكعبة والكعبة كيفاش ديفيرانس وبالنسبة للتوخبية ما فاهم حات شاي تاخذو بواعة المهم انظيفة او شاي حسون بورسون وتحطو فاهم كعبة البسكويت متاعكم وتغتيوهم منيح 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 وين 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 معتا كي ما تعرفوا حلو تونس قبل يخبيوهم في اللسطلة وقالا في الحقوق ويقعدوا بالقديش بالقديش ونحن ننجدوا فيهم ونعديوا بهم في قهوة السباح وقهوة العشاية حسين المهم انتما تعرفوا للي وقت ايش حسين وهذا مكعبة البسكويت متاعنا حضروا لجميع الاوقات وجميع المناسبات نميتكم ولانشاهيكم ان شاء الله عجبوكم وان شاء الله اعجبكم الفيديو وان شاء الله يعطيكم بطريقة او باخرى نستنى طاوة كن لايكيتكم ومنتراتكم ونستنى رايكم خاطر ايكم دي ما يهمني وترجيعاتكم ايش نعجلكم دي ما دي ما بجديد ويمتانوش ونقول لكم كن الابخوشين ان شاء الله في فيديو جديد بقدرة ربي وما تنسوش تبعتولي تصوركم على انستغرام متاعي ان شاء الله كيف تجربوا صوخة دي غصات متاعي وما تنساوش الاشتراك في القناة بشنا أرجع لكم إن شاء الله وديوا ما نتكورش على بخوشين إن شاء الله في فيديو جديد بخد الترابي